السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا حبايبي يا ثالث اليوم يمس وصلنا عند التدريب رقم 7 نفتح الكتاب صفحة 73 طبعا هي الشغلات حكناها في الحصص الماضية بس لازم نضل نتراجحها عشان نتضل راسخة في بانو تمام طيب سؤال رقم 7 اللي هو التدريب خلينا نراجع انا وياكم طيب يا ثالث أخذنا أقسام الكلام صح أقسام الكلام هي أسماء وأفعال وحروف حكينا عن الأسماء بتكون أسماء مفرد وعندي أسماء مثنى اللي هي كل مدلة علاء ومفرد من اسمها واحد المثنى اثنان والجمع اللي هي أكثر من اثنان يعني من ثلاثة أفعال حكينا عن أنواع الجمع نتذكرهم يا ثالث أنواع الجمع هم مؤيش ذاكرينهم جمع مذكر سالم وجمع مؤنس سالم وعندي جمع تكسير تمام هاي أنواع الجمع اللي حكينا عنهم تمام طيب يا ثالث جمع المذكر السالم هي كل ما دل على جمع ذكور وسمي بسالم لأنه ما بتغير على مفرد وإشي منضيف واو ونون أو يا أنون اسم انتهب واسم اسم انتهب وأنون يا أنون ودل على مجموعة من الذكور من سميه جمع مذكر إيش سالم جمع مؤنس سالم هو ما دل على مجموعة من الإناث وانتهى بألف وتا جمع التكسير إشي ما دل على جمع بس ما انتهب وأنون ويا أنون وألف وتا فهو دل بتغير بتغيير صورة مفرده تمام طيب خلينا نطلع على السؤال اللي هو سؤال سبعة صفحة ثلاث وسبعين يلا يا ثالث نقرأ وأنا وياكم أملأ الفراغغة بالكلمة المناسبة على نمط المثال عندي المثال معلمة عندي اسم مفرد زائد ألف وتا أصبحت معلمات معلمات جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم إذن هو بده حول من هون من المفرد إلى إيش الجمع وإيش نوع الجمع جمع مؤنث سالم تمام طيب مهندسة مهندسة مهندي سات طبيبة طبيبات ممرضة ممرضات عاملة عاملة عاملات عاملات إنتو إيش مطلوم منكم يا ثالث الأسماء المفردي الموجودة عندنا اللي هي بدي كتابة المثنى للمفردات الآتية بدي تكتب لمثنى معلمة مهندسة طبيبة ممرضة عاملة تمام طيب خلينا نشوف السؤال اللي بعده اللي هو صفحة أربعة وسبعين نفتح الكتاب صفحة أربعة وسبعين يا ثالث يلا يمس أملأ الفراغ في الفقرة الآتية بين مما بين القوسين هون بدنا نرجع يا ثالث لا إيش لا الحروف الموجودة عندي هون حروف الجر اللي هي من الصف الأول بتمر معكم تمام حروف الجر من إلا في على عن وفي كمان لي حروف الجر يأتي يأتي بعد بعد حروف الجر إيش اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وعلامة جره الكسرة طيب ذهبت مع أسرة في رحلة إلى العقبة وصلنا إلى متحف الأحياء البحرية إذن الفراغ الأول إلى حيث شاهدنا عددا من أنواع السمك تعيش في أحواض زجاجية وقد حدثنا حدثنا مسؤول المتحف عن أنواعها وصفاتها طيب اطلع لي على بعد حروف الجر هاي رحلة شوف اسم مجرور وعلامة جره تنوين الكسر العقبة شايفين أيش الحركة اللي بعد حرف الجر دائما كسرة وصلنا إلى متحفي شايفين شاهدنا شاهدنا عدد من أنواع استعيش في أحواض المتحف عن أنواعها لأنه الهاء هون ضمير ايش متصل أنواعها وصفاتها تمام ضيق ننتقل للكتابة اللي هي صفحة ننتقل للكتابة صفحة 75 نفتح الكتاب صفحة 75 يا ثالث طيب أعيد كتابة الجمل منتبها إلى الكلمات الملونة طبعا أنتوا رح ترجعوا لتكتبوا للجمل بس أنا رح أحكي لكم ايش هي الكلمات الملونة وايش هون بدنا ننتبه على ايش تمام طيب أنا أركب هاي الكلمة الملونة عندي سيارتي تعال واركب معي هون إذا بتلاحظ همزة ايش همزة همزة قطع نقرأ أقرأ أنا إياكم أنا أركب لو وضعنا حرف دائما عشان نميز بين همزة الوصل والقطع نضع حرف العطف تمام و إذا لفضت فهي همزة قطع يعني أركب خلينا حط و أركب و أركب وأركب تعال ور ور هون همزة ايش همزة وصل ور ور شو بتلاحظ واركب معي تمام طيب بدي منكم اللي هي تكتبولي إياها بالسطر اللي تحت ب أنا ألعب مع أصدقائي تعال والعب معي جيم أنا أجلس مع رفاقي تعال واجلس معنا طيب التدريب اللي بعده سأملأ الفراغ على نمط المثال طيب يا ثالث انتبه لي يا مس لا أنا بدي أكتب لكم المثال الموجود هون وجد 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 تمام طيب وجد هي عبارة عن فعل ماضي مبني على الفتح فعل ماضي مبني على الفتح وجد هنا الواو عندنا الواو اللي هي ضمير يتصل ضمير يتصل بال فعل سوى كان ماضي أو مضارع أو أمر تمام بتدل على وجد اللي هي الجماعة اللي هي منسميها واو الجماعة منسميها واو الجماعة وهي واو شو مالها ضمير يتصل بالفعل سوى كان ماضي الألف هاي منسميها ألف تفريق لش عشان شو تفرق عشان نميزها عن غيرها بتيجي بعد الواو حتى نميزها عن غيرها وهي زائدة ولا تقرأ وجدوا وجدوا هي بنسميها ألف إيش التفريق تمام تمام إذن الواو الجماعة هي ضمير بتصل بالفعل ضمير متصل وبتصل بالفعل الماضي حتى بنسميها عشان ندل على الجماعة هاي اسمها واو إيش الجماعة طيب طلعلي خلينا نشوف السؤال الموجود عندي هون إذن عندي هاي إيش منسميها واو جماعة وهاي الألف ألف التفريق ألف التفريق تمام والواو هي ضمير شو متصل باعة باعة فعل ماضي الفاعل بيكون إيش عبارة عن مفرد باع صام صام أقبل أقبل قال 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 تمام يا ثالث طيب انتبه معي يا ثالث سؤال رقم ثلاثة صفحة ستة وسبعين أضعوا التاء المربوطة أو الها في الفرع ركز معي يا ثالث في الحصص الماضية حكينا التمييز بين التاء المفتوحة اللي بتكون في آخر الكلمة عشان هاي من القواعد الإملائية حتى نميز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة سواء المتصلة أو المنفصلة حتى نقوم بتمييز شو حكينا يعني أنا أعطيتك كلمة حكيت لك المدرسة تمام المدرسة أو القصة طيب أنا بدي أملى القصة تو طيب هون تاء طلع معي تاء طيب أنا بدي أشوف تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة حكينا قاعدتها نقوم بتسكين الحرف فإذا لفظت تاء فهي تاء مفتوحة وإذا لفظت ها فهي تاء مربوطة أنا رح أقوم بتسكينها القصة القصة إذن هي تاء مربوطة ورح تكون متصلة تمام اليوم حكينا للتمييز بين التاء المربوطة والهاء حتى نميز بين التاء المربوطة والهاء لازم أول إيش نكون متمكنين بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة القاعدة للتاء المربوطة للتمييز بين التاء المربوطة والهاء المربوطة نقوم بتحريكها يعني منحركها إذا لفضت تا فهي تا وإذا لفضت ها فهي ها نقوم بماذا؟ بتحريكها والآن من خلال المثال الموجود في الكتاب رح نتعرف عليها أكثر خلينا نشوف المثال رقم ألف في الكتاب شاهدت المباراة على شاشة التلفاز المباراة هاي سكناها تمام؟ معناته هي تا مربوطة مش تا مفتوحة طيب أنا بدي أعرف تا ولها بقوم بتحريكها يعني نضع الضمة الفتحة الكسرة المباراة 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 إذن هي لفضت ماذا؟ تا معناته نضحها تا مربوطة على شاشة التلفاز با تحافظ رويدة على كتبها رويدة رويدة معناته هي بالها جيم يكره أوسن يكره 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 معناته هي لفضتها فهي ها اللعب بالكرة في الطريق بالكرة بالكرة هي عندي التسكين بالكرة تا مربوطة تحريك بالكرة 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 إذن هي لفضتا فهي تا مربوطة دال تحرص زينب على مساعدة المحتاجين مساعدتي هاي عندي ايش؟ تا طيب السؤال رقم اربعة زي ما تعودنا الكتابة بخط جميل في عندنا جملتين وهي الجملة الاولى عيسى العوام غواص عربي مسلم الجملة الثانية بنكتبها يا ثالث كل واحدة بخط جميل جمل الثاني ادى عيسى الامانة حيا وميتا طيب ننتقل للقراءة سبح سبعة وسبعين عندي آية كريمة من سورة النساء الآية ثمانية وخمسي خلينا نقرأ طبعا هاي نسخ ثلاث مرات على دفتر النسخ زائد قراءتها اي تلاوتها قراءتها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل صدق الله العظيم نقرأها كمان مرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل هون اللي هي حسن الله سبحانه وتعالى العدل بين الناس واعطاء الامانة لاصحابها ننتقل يا ثالث للنشاط اللي هو صفحة ثمانية وسبعين نشاط حلو وممتع اضع النقاط لأحصل على ثلاث كلمات مختلفة بدي اضع ثلاث النقاط خلينا نشوف هون ثوم نوم يوم هاي وضعت اذا صارت عندي حرف الثان نون وليا ثوم نوم يوم ثمر تمر نمر ثمر تمر نمر هنا بيت بيت بنت 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 نبت نبت طيب في عندي اخر اش اللي هي بوحدة عيسى العوام سورة المدثر سورة المدثر سورة المدثر صفحة تسعة وسبعين طبعا يا ثالث هون مطلوب منا حفظها غيبا ولكم مزيد من الاجر والثواب بهذه الايام الفضيلة اول اشي خلينا نقرأها وبتمنى منكم اللي هي حفظها غيبا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطحر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير اللي هي عشر ايات اللي هي مطلوب منكم حفظها غيبا هيك يا ثالث منكم خلصنا اللي هي وحدة درس عيسى العوام ويعطيكم الف عافية